عارفين انت لما تشتري موبايل جديد أو ينزل أبديت للموبايل الجديد واللي معاك تبتدي هنج والبطارية تخلص بسرعة وتبقاش فاهم فيه ايه أي جهاز إلكتروني سواء تليفون أندرويد أو تليفون عادي أو حتى لابتوب جهاز كومبيوتر البي سي اللي احنا كنا متعودين عليه زمان كل ده لي عمر افتراضي لكن أحيانا استخدامنا احنا الغلط للأجهزة دي بيوصلنا لمرحلة إن التليفون ممكن يبوز وممكن بعد فترة قليلة جدا كفاءة الجهاز تقل بالتالي هتكون مجبر إنك تغيره عشان كده النهاردة هنكتب كده رشدة صغيرة أو عوية إزاي قادر إن أنا حفز بيها على تليفوني أو جهاز الكمبيوتر بتاعي عشان يفضل شغال معي بكفاءة عالية الأطول مدة ممكنة ومحتاجش إن أنا غيره بعد فترة قليلة وأنا رايح أشتري موبايل جديد دي أول حاجة لازم أسأل عليها وإستفسر عنها أسئلة كتير قويها جاوبنا عنها ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير على حضراتكم صباح الخير على مشاهدين الكرام يعني أحمد أعرف فعلا لما حد يجي كده يبقى معه موبايل ما يكملش سنتين وبعدين يتجي لقي كفاءة الموبايل بتاعه قلت تماما هل ده بيبقى فعلا عشان فيه موبايل جديد نزل من الشركة اللي عامل الموبايل نفسه ولا دسه استخدام مننا إحنا هو الحقيقة يعني كل ده مترتب على استخدامك إنت يعني مفيش أصلا موبايل بيعلق لأنه كده كده استخدامك هو اللي بيحدد الموبايل ده هيعيش معك أو لا منطقيا إنه الشركة فينا أقويل كتير منتشرة إنه الشركة لو بتنزل مثلا موبايل جديد بتبطأ الموبايل قبلها طبعا الكلام ده غلط جدا ومالوش أي كلام علمي بحت اللي بيبطأ الموبايل التحديثات الكبيرة قوي اللي بتنزل وإنت ما بتعملهاش وفي نفس الوقت التطبيقات اللي عندك وكده طب خلينا نمسك الموضوع من أوله لو حد عايز يشتري موبايل المهم إنه يختار الموبايل اللي يناسبه في استخداماته عشان يعيش معاه فترة أطول وهنا النقطة إنه إنت ما تصرفش فلوس على أغلى الموبايلات عشان خطر أنت كده جبت آخر حاجة فبالتالي هو ده اللي هيعيش معك أكتر الكلام ده غلط وناس كتير ما يشي يفتعمله إحنا لو هنقسمها هنحدد الموبايلات 3 أنواع موبايلات فئة عадية وفئة متوسطة وفئة غالية الفئة العادية هي اللي تناسب الناس اللي بتتصفح الإنترنت أو اليوتيوب أو الحاجات اللي هي الفيديوهات أو الحاجات دي الفئة المتوسطة الناس اللي بتحب التصوير اللي بتحب مثلا التصفح اللي بتحب الشغل على الموبايل اللي بتحب الموبايل يخدمها أكتر وفي نفس الوقت سعرها كويس جدا يفيد الناس اللي عايزة يعني تستمر بموبايل دايما. الفئة الغالية الناس اللي بتحب كل حاجة يعني مثلا ايه؟ فيه فوتوجرافرز اللي هما بيهتموا بالكاميرا ودقة الكاميرا. فيه الجيمرز اللي هما بتوع الألعاب اللي بيهتموا بالألعاب وجودة الألعاب. لأنه طبعا لازم يكون معالجات معينة. أنا أكلم على بروسوسور عالي. بالضبط كده رامات عالية وكده. فبالتالي لو جينا نقول للمشاهدين تبس معينة عشان خاطر تستخدم موبايلك بشكل أطول ويعيش معك لفترة أطول. أول حاجة فيه ناس كتير أو يوقع في غلط كبير. اللي هو كده كده الموبايلات دلوقتي نزلة بطاريات داخلية. الناس دلوقتي بتستخدم طريقة الشحن الخاطئة المنتشرة. طريقة الشحن الصحيحة إن هما أصلا اللي بيستخدموها الخاطئة بيحطوه في الشاحن في أي وقت وفي أي كم في المية يحطوه في الشاحن يكمل شحنه 100%. وده أكبر غلط وبيضع في البطارية من عمرها الافتراضي. وفي نفس الوقت بيخلي السل أو حرارة الخالية بتاعت البطارية تزيد أكتر. فبالتالي بتضع في الحاجات اللي حواليها أو المكونات الداخلية. طريقة الشحن الصحيحة من 15% وتحت تقدر تحط الشاحن بتاعك وانت متطمن. وتشيله إمتى من 80% وفوق. يعني وقت 80% تقدر تشيله. 85% 86% 100% تقدر تشيله. نقطة مهمة جداً لأن ده يمكن خطأ الغالبية العظمى بيحسوا بيه أو بس ما يعرفوش هو نتيجة إيه. أحياناً كتير مننا بيحط الموبايل بتاعه يتشاحن ويلاقي درجة حرارة تبتدئ تبقى برتفعة جداً. حلوة قوي السؤال ده. ده عيب شاحن هنا ولا عيب بطارية؟ إيه المشكلة فيه؟ تمام. السؤال ده ممتاز جداً. إحنا دلوقتي كمان في ناس برضو بتقولك ده موبايل مخترك بسبب الحرارة العالية دي. ده كلام خاطئ جداً. إحنا في 2022 أنت عندك معالج سناب دراجون أو مثلاً معالجات قوية جداً. الكويك تشارج والفاست تشارج. الشحن السريع. الحاجات دي كلها مكونات داخل الجهاز والشاحن. المكونات دي لما بتتحط على الشاحن طبيقش الجهاز يسخن بطريقة فضيعة بسبب أنه هو بيستخدم أقصى حاجة في الأيسهات الداخلية للجهاز. فبالتالي طبيعي أنك تلاقي سخونة وما تقلقش من أي حاجة من دي. المهم أنك وقت الشاحن أو وقت النوم ما تسيبش الموبايل يشحن لتاني يوم. ده أكبر غلط. حتى لو الموبايل بيبصل عند مية في مية في مية. هكو لنا بتحط الموبايل وليد خلناك. لا طبعاً غلط. ده ما هو ده بيقل من عمر البطارية الإفتراضي. لو أحرك معك IOS تعال شوف في عمر البطارية لما تيجي تحطها كده كل شوية هتلاقي كل شوية تنزل تنزل. حد ما توصل لتحت التمانين في المية وترجع تغيرها تاني. نفس الكلام في الأندرويد. والأندرويد بيبان عليه أكتر كمان. وبالعكس الحاجات دي كلها يعني مترتبة على استخدامك زي ما احنا قلنا. طيب احنا حلنا دلوقتي نقطة الشحن. في ناس برضو بتحطوا في الشحن وتمسك الموبايل تلعب به. وقت الشحن. ده بيقلل من عمر الافتراضي في جميع مكونات الجهاز بشكل ملحوظ جدا عن دراسات علمية مسبتة. إنه وقت ما تمسك الموبايل أصلا خطر عليك. يعني أنا قبل كده عملت تجربة عملية على وقت مساكانك للموبايل. ده بيدرك أنت كمان لأن الشحنات بتتنقل ليك لجسمك. وفي نفس الوقت الموبايل بيضعف. فبالتالي استخدامك للموبايل وقت الشحن قبعد عنه تماما. في ناس برضو بتعمل ايه؟ بتنزل تطبيقات زي الفرشة والتنظيف والحاجات دي كلها. دي طبعا بتتقل الجهاز قوي. وده ما نصحش بيه. في أجهزة قريدي بتنزل فيها الحاجات دي من الشركة. دي طبيعيا أنها تكون من الشركة ومؤمنة ومعروفة أن هي بتنظف فعلا. لكن في تطبيقات كتير قوي منتشرة. زي برنامج الفرشة واللي هي مرسوم عليها المقاشة للسالوخ اللي بيتيه. بتعمل ايه؟ بتنظف الفيروس؟ هي مش بتنظف ولا حاجة. هي مش بتنظف ولا حاجة يا حقيقي. بتنزل ملفات تلفة وترجع تمسحها تاني. وتقولك إن احنا عملنا كده. وبتزعجك كل شوية بالإعلانات المزعجة. فبالتالي بتخلي الموبايل بطيء قوي. ويبان إنه هو سريع وقت التنظيف فقط. هو الخواجع نفسه اللي عمل الموبايل. قادر إنه هو يحط فيه تطبيق ده لو هو مفيد. بالزبط كان. فبالتالي الحاجات دي نبعد عنها تماما. برضو في ناس برضو بتنزل اللي هي اللانشر أو الثيمز. الحاجات اللي بتغير شكل الموبايل كله. دي بتبطق من السوفتوير جدا. بتتعارض من حاجات كتير. في ناس تمسك موبايلاتها. مثلا أنا بمسك موبايلات ناس أكشف عليها. بتقابلني بلاقي خمسين لعبة نزلة. الألعاب أكتر حاجة خطر. ممكن تنتهك قصصياتك كمان مش بس على الموبايلات. كمان غير كده كمان إن هي بتجيب لك إعلانات كل شوية مزعجة. إعلانات كل شوية مزعجة. فبالتالي احنا نبعد عن الحاجات دي تماما. خلي لعبة لعبتين وصلون فيهم. بس أنت قلت الألعاب أكتر حاجة ممكن تنتهك الخصوصية. طبعا. إزاي؟ أول حاجة فيه ألعاب كتيرة قوي. بتتمشي وراء أهوائك. وتشد الأطفال لمناطق تانية. احنا عايزين حلقات نتكلم فيها عن موضوع الأطفال والألعاب. الألعاب بتنتهي خصوصيتك من ناحية أنت هتنزل اللعبة. هتاخد أذونات عندك على الموبايل. هتسحب كل الدافع اللي عندك عليها. وفي نفس الوقت أنت كده كده لعبة. لأنها مش هتفكر أنك ممكن في اتجاهات اللعبة دي هيحصل معك فيها إيه؟. ده فيه ألعاب تتمسح حواري أكتر من 2 مليون لعبة تمسحة الشهر اللي فات من المتاجر الرئيسية بتاعتك. فبالتالي احنا لازم ناخد بلا من الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت أنا جايب هنا موبايل من سبع سنين. يعني الموبايل ده من شركة من شركات. انقرب الموبايل ده خلاصة. أه طبعا معروف طبعا الشركة من الشركات دي من سبع سنين. أنا عايز أعملكوا تجربة دلوقتي المشاهدين تعملها. المشاهدين لو عملتها هتشوفوا فرق أون تايم السرعة في وقتية عن الموبايلات القديمة. عشان كمان تعيش معاهم زيادة أكتر. الموبايل ده شغال. بصوا أنا قبل ما أعمل التجربة الموبايل اللي يكون بطيق. شايفين بطيق في دخوله شايف. شايف دخوله عامل ازاي بطيق شوية. طيب خلينا نعمل خطوات عملي مع المشاهدين. أول حاجة هتدخل الإعدادات اللي عندك. كل يعني من هو مستخدم للأندرويد يعمل الخطوات دي. بالزبط كده. هتدخل الإعدادات هتنزل على آخر حاجة تحت. واخد بالك الفتحة بتبقى ازاي بطيق شوية والموبايل يبقى بطيق. طيب هتنزل الإعدادات هتروح على حول الموبايل أو حول الهاتف أو about device بالانجليزي. تمام هتدخل عليها وبعد كده هتدخل نظام التشغيل أو السوفتوير. وبعد كده هتدخل البلد نمبر. هتضغط عليه خمس ست مرات لحد ما يتفتح لك تحت خانة اللي هو تم فتح خانة خيارات المطور. هتلاقيها فين هترجع تاني لإعدادات الوجهة الرئيسية تمام. وهترجع على خيارات المطور اللي اتفتحت هنا. بعد ما تدخل على خيارات المطور تنزل تحت على اللي هي النوافذ والإنيميشن. النوافذ هتلاقي كده تلات خانات فيها أركوم. هي الوحيدة اللي فيها أركوم هتقفلها. دي بقى معناها ايه؟ بص أنا أول ما قفلتها بدأ الموبايل يبقى سريع ازاي؟ يعني شيء واخد بالك. دلوقت ياهو. يعني شايفين؟ شايفين ازاي؟ بقى أسرع من الأول بك. دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ الموبايل دلوقتي الموبايلات القديمة بيكون فيها أنيميشن. زي ما حررت فتحت التطبيق كده. تفتح بنفس الطريقة بتاعت ايدي دي كده. لكن لو عملت الحركة دي انت هتقفل الأنيميشن اللي بتضغط على المعالج. وبتخلي المعالج يستقبل الأنيميشن اللي بتفتح التطبيق كده. فبدل ما يفتح كده يفتح على طول. فجأة تلاقيه قدامك. شايف دلوقتي؟ شايف الموضوع بقى فرق ازاي؟ فرق كتير عن الأول. لا مش ليه علاقة بالبروسيسور ولا ليه علاقة بسوفت وير. طبعا ليه علاقة بكل حاجة. لو انا عملت التحديث للسوفت وير أصلا بلا ان الموضوع بيتقل معي. او الموبايل بيتقل لو هو قديم. ده اللي بيتقال. لا ده كلام خطأ ومنتشر على الجروبات ومنتشر على حاجات كتير. وناس تقولك ما تعملوش يا جماعة الابديت ده بسبب انه الابديت ده ممكن يبطق لك جهازك. بس هو فعلا الابديت ده بتبطق الموبايل. لا طبعا الموضوع ده غلط جدا لانه فيه شروط مترتبة بعض الابديت تعمليها مش هتبطق الموبايل. اولا عايزين نقول المشاهدين انه اي ابديت يجي لك لازم تعمله فورا. ليه؟ لانه الابديت دايما بيسد الثغرات المفتوحة. الثغرات الممكن اي حاكر يدخل على الموبايل او فيروس او الحاجة. ثاني حاجة الابديت دايما بيحسن من مستوى كفاءة نسبة الامان في الموبايلك. ومستوى كفاءة الجهاز مع استخدامك. طيب ليه بقى الابديت لما نعمله بيبطق الجهاز. هو فعلا زي ما حريك قلت. الابديت بعد ما يحصل بيبطق الجهاز. بس انا قلت فيه شروط لازم تعمليها. اول حاجة لو ابديت كبير يعني مثلا لو النظام الاندرويد بتاعك مثلا 11. والابديت جي 12. هنا بقى ناخد الخطوات دي لو ماخدناهش الجهاز هيبطأ. خطوات اول حاجة تنقل بياناتك كلها من على الجهاز على ميمور كارت خارجي او على هارد اسك خارجي. تاني حاجة هتعمل تسجيل خروج من جميع الاميلات الموجودة على الجهاز عندك. هقول لكم ليه في اخر الخطوات. تالت حاجة تعمل استعادة ضبط مصنع كامل للجهاز. بعد نزولك للأبديت. رابع حاجة هتفتح الجهاز هتسجل اميلاتك تاني. وهتنقل بياناتك تاني وتفرج على الجهاز هيبقى عامل ازاي. هيبقى بنسبة مية في المية أسرع من المرة اللي فاتت. وفي نفس الوقت هتلاقي تطوير كبير قوي. في حد ممكن يقولك وانا هفضل بقى كل مرة يحصل فيه أبديت. حلو سؤال. لسه جايك في الكلام بالضبط. انقل حكتي على الفلاش ماموري وارجع تاني. بالضبط. انا قلت لحضرتك ايه من حداشر لاثناشر نقلة نوعية من أبديت لأبديت. ده بيحصل كل فترة كبيرة كل سنة. كل فترة كبيرة قوي بيحصل النقلة دي. لكن بين السنة. عشر بوينت اتنين. بالضبط. ما عملش حاجة. حداشر فاصلة اتنين. فاصلة واحد. فاصلة خمسة. فاصلة تمانية. ممكن يعودوا فترة كبيرة على الموضوع ده. مش محتاج ان حضرتك تعملي الموضوع ده. لان دي حاجات صغيرة بتحسن. بتسد صغرها فجأة اكتشافوها. وهكذا. لكن من نظام تشغيل. لنظام تشغيل أعلى. او نظام تشغيل. بنفس النظام تشغيل بس. أبديت أعلى. لازم تعملوا الخطوات دي. عشان تلاقيوا الموبايل سريع معك. مش ماندس احمد. يعني خليني برضو اقول لحضرتك ما هو متداول. لان البعض بيقول ان الموبايل. زي اللي مع حضرتك ده مثلا بقاله سبع سنين او ثمان سنين. هو بيقف الأبديت بتاعه. بالضبط. ملوش أبديت. بالضبط. بالحالة دي الناس بتقولك لا إرمي خلاص ده كده ملوش أبديت. يعني إذا انت معرض للي انت يكون فيه نوع من أنواع الهجوم السيبراني على الموبايل بتاعك. معرض ان يبقى فيه اختراق. معرض ان هو اصلا الموبايل الخاص ليس له قيمة. حلو. وإحنا دلوقتي في ظل يعني اللي مسك حاجة يعرف ان احنا من التشعبك فرد ربنا. الموبايل اللي معي انا هحافظ عليه. علشان الدنيا غالية. يعني مايتروشيبس نقصة. سلاسل توريد وامداد. صحيح. خلاص حافظ على الموبايل. أنا هاخد اخر نقطة من حضرتك قلتها. انها حافظ على الدنيا. حافظ على الموبايل عشان الدنيا غالية. أنا عايز اقول للمشاهدين ان الموبايلات بتاعتكو. لو شغالة تماما ما تغيرهاش تماما. ولا تروحوا تشتريوا الموبايلات الأحدث. طالما هي بتخدمك وبتخدم استخداماتك فيه. نرجع بقى لنقطة حضرتك ان الموبايلات القديمة بتقف الأبديت. فعلا الأبديت بيقف عند الموبايلات القديمة. بس الموبايل ده اذا اقول لك مشغل الفيسبوك والواتساب. مشغل أغلب منصات التواصل الاجتماعية كلها. وشغلها غير موضوع الايو اس. الايو اس برضو مش قوي يعني. الايو اس وقف عند الإصدار التامن مثلا. مش عايزين نقول بس أسامي. الإصدار التامن. فبالتالي من عندك من تمانية لفوق. انت شغال معاك الموبايل. والإصدار التامن برضو ممكن يكون بقاله سبع سنين برضو. فشغال معاك. انت مش محتاج تغير. من ناحية الصغرات والهجوم وكده. لازم تنزل كمان برنامج مكافحة الملفات الخبيثة. اللي هو المالور بايت مثلا. برنامج مالور بايت اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقات السابقة. بس أنا متهالي صحاب الايو اس مش محتاجين ده صح؟ صحاب الايو اس محتاجين برضو برامج تانية. لان حضرتك عندك حسابات على الايو اس. ممكن تختارك مثلا. مثلا الحسابات مثلا زي ايه ممكن ابعتلك لينك معين. يبقى شبه السكامة او شبه مثلا التطبيق الاصلي. او الموقع الاصلي. يخمك انك تدخلي على اللينك ده. ففيه برامج بتقولك ان اللينك ده وهم يخد بالك. بتنبهك لده. هو الايو اس او نظام قوي. بس مش معنى كده ان احنا نشتري ايو اس ونسيب حساباتنا. ومنغيرش بصور داتنا. حتى لو اصبح هنجدنا وعي في الحكاية دي. طبعا انا بعت لي لينك زي ما حاجة بتقول او رابط. اما بدخل عليه ما هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. اذا انا مش رايح على النظام الاساسي. بس في نقطة هنا بتخفي الموضوع ده من عندنا. في حاجة اسمها لعندسة الاجتماعية. اللي هي فن اختراق عقول البشر. يعني انا هكلم حضرتك بطريقة معينة. وهفضل اكلم حضرتك لمدة كذا يوم. كذا يوم دي اسحب منك معلومات اكتر. وخليك تسك فيها اكتر. وبعت لك اللينك اللي هو طبقة الاصل من الحاجة اللي انا عايز اخمك بيها. وهتحط الكلام ده. كنت تبقى زي الالعاب بتاعت الفيسبوك. مثلا شوف نفسك عشرين تلاتة وعشرين. الحاجات دي تاخد الاساس توكن تبعك. وتعيد تدولها تاني في الدعاية والاعلان. وتعيد تدولها في حاجات كتير قوي. صحيح. طيب. بالنسبة بقى الحاجة مهمة جدا. وهي الشواحن السريعة. اللي بنلاقيها في يمكن البنزانات. او السوبر ماركت او كده. هل دي بتأثر على العمر الافتراضي للموبايل. يعني هل لازم الشاحن بتاعي يكون نفس. او انا جاي بقى من نفس الشركة. نفس المحل. طبعا بتأثر. لانه الشواحن السريعة. يعني مثلا الموبايل ده. لو حطيت فيه شاحن سريع. هو ماكسما بياخد 2 امبير. لو حطيت فيه شاحن سريع. هيهلك. اللي همش هيستقبل قوة الشحن دي. بس هيهلك البطارية بطريقة كبيرة قوي. فيه حاجة اسمها كيو سي تشارجر. كيو سي تشارجر دي خاصية في الشاحن. بيعرف. يعني خاصية ذكية. بتعرف ان الجهاز اللي داخل ده محتاج شحن سريع قد ايه. او محتاج التو امبير بتاعك ولا لا. لان كيو سي دي هي الافضل انك لما تشتيجي تشتري شاحن معين. عشان يعيش معك برضو مدة كبيرة. لان اغلب الناس شواحنها بتكون بايزة. وبتبوز بسرعة. بسبب الاستخدامات الخاطئة. فانتوا دايما تدوروا على كلمة كيو سي تشارجر. يكون اصلي من شركات معروفة. بحيث ان هو يخدمك اكتر. فيه حاجة ما عليش عايزة نوه عليها. بما اننا دخلنا في الخصوصية. انه انبارح بالليل منتشر انه فيه داتا متصربة للواتساب. حوالي نص مليار رقم متصرب على الانترنت. لمصر 45 مليون رقم متصرب لمصر فقط. من النص مليار دي. وهي اعلى دولة متصرب لها ارقام. ناس كتير قوي قلقانة بسبب الموضوع ده. انا عايز اقول للناس دي ما تقلقوش هي كده كده. الارقام دي بس مجرد رقم. رقم متصرب لك. بحيث ان انت اقصى حاجة هتواجهها. ان انت هتلاقي دعاية واعلان كتير قوي الاعيام اللي جاية. فعايز اقول للناس تجاهلوا تماما دعاية واعلان. وفعلوا التحقق بخطوتين. عشان خاطر الدنيا تكون امان اكتر معاكو. حبيت اناوه عن النقطة دي لان النقطة دي مهمة. بما ان بس انت اتكلمت على فكرة الشواحن الذكية والشواحن السريعة تحديدا. خلينا نتكلم على اللابتوب او البي سي. تمام. في ناس كتير يعويق اللابتوب تحديدا. ازاي اللي انا قادر احافظ على البطارية بتاعته. لان انا واحد من الناس وانا شغال دايما اللابتوب. بتحطه في الشهر. وغالبية العظمى كلنا بنعمل كلنا. ده صح او لا غلط. وازاي حافظ على العمر الافتراضي للبطارية بتاعت اللابتوب. طبعا بطارية اللابتوب اكتر حاجة اول حاجة بتبوز في اللابتوب بتاعك. طبعا وقت تستخدام الشحن لأي حاجة سواء موبايل او لابتوب. ده غلط كبير جدا. يعني بدل ما البطارية تقعد عمرها الافتراضي سنة او ستة شهور. لا هتقعد معك اربع شهور خمس شهور. ويتلاقيها بوزة او قل شحناها بسرعة. زي الناس اصلا تكشف على بطارياتها ان هي تكون بايزة او لا. بدل ما كانت تقعد معك خمس ساعات انتايم موركينج. هلأ هتقعد معك مثلا ثلاث ساعات. فدي تعرف ان هي في بداية مرحلة البوزان من ناحية الموضوع ده. فبالتالي وقت البطارية دي اصلا معمولة ليه للابتوب. لان انت مثلا لو برا وجالك مثلا حاجة معينة. عايز تفتح اللابتوب. يا تخلصها وتخلص حاجاتك عليها وتقف. لكن ما تستخدمهاش وقت الاعداء الطويل على المونتاج مثلا. في ناس بيحطوا البطارية والشاحن. وفي نفس الوقت يقولك دي تشحن وفي نفس الوقت اشغل الجهاز. ده اكبر غلط. تشحنها وتشيلها وفي نفس الوقت ايه. وفي نفس الوقت برضو. يعني انا قلت كلمة في نفس الوقت كتير. بسبب ان انا عايز اقول المعلومات كلها عشان وقت الحلقة. البطارية في ناس بتعمل ايه. بتركنها فترة طويلة برا. وده هيبوز البطارية اصلا. يعني اذا هاك اللي انا اشيل البطارية من اللابتوب وانا شغال. اه طبعا وتخليه في الكهرباء. وتكون مش حونة عادي. بس ما تركنهاش فترة طويلة برا عشان ما تخربش منك. لان برضو ركنة البطارية فترة طويلة برا. تبقى خطرة. علي في ناس تخليها صبعا ما تشغلهاش. فلازم تشغلها على اقل في الاسبوع مرتين ثلاثة عشان خاطر تكون زبطة معاها. طيب لو بنكلم على نسخة الويندوز الانسيف او غير امنة. ده ممكن تقلل على كفاءة الجهاز؟ هي نسخة الويندوز الانسيف طبعا. زي ويندوز 11 لما نزل. تسرب له نسخ كتير قوي معدلة على الانترنت. وده اكبر غلط. اول واحد يعني احذر الناس من موضوع ده على السوشال ميديا بتاعتي. بسبب ان النسخة دي كانت معاها فيروس اسمه الرانسوموير. او فيروس الفيديا. يعني تخيل حضرتك الناس في عزة تريند الويندوز 11 لما نزل. قال لك خدوا النسخة دي. والناس كتير نزلت النسخة دي. وتفيرست بفيروس الفيديا. فيروس الفيديا ده اللي هو بيقفل ملفاتك. واللي هو يتدفع ملفاتك تفضل متشفرة. على حسب لو كان اوفلاين او انلاين. فمن صحش حد يعمل كده طبعا لازم يشتروا النسخة الاصلية. بتاعت الويندوز. وفي نفس الوقت هتعيش معاكو اكتر. لان هي متسريالة. وهتاخد التحديثات اول باول. فبالتالي التحديثات هي اللي هتخدمك في سد الصغرات وحاجات كتير اول. يعني دايما بنستفيد من النصائق التي تلهمنا. وبتكون حقيقة اضافة يعني لنا في معلوماتنا. التكنولوجية تحديدا يعني اغلبنا بعيد شوية عن هذه المعلومات. احنا موجودين هنا للكلام ده. اكيد. بنشكرك كالبشموندس احمد داتاري. خبير تكنولوجيا المعلومات على وجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك يا احمد.